السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أصدقاء صديقاتي مرحبا بكم وبكنا جميعا موضوعنا اليوم سنتطرق من خلاله لمستجدات منهاج برنامج اللغة العربية حسب المنهاج الدراسي الجديد للمستوى الرابع إذن سوف نتطرق للموضوع من خلالي المحاور التالية سنتعرف أولا عن المكونات الدراسية للبرنامج ثم الغلاف الزمني الأسبوعي لكل مكون وعنصر على حدو المحور الثالث نتطرق من خلاله للتعرف على مجالات هذا البرنامج مجالات البرنامج الدراسي للمستوى الرابع والمحور الثالث نتعرف على مكونات مادة اللغة العربية لبرنامج المستوى الرابع إذن المكونات الدراسية المحور الأول ما هي المكونات الدراسية لبرنامج المستوى الرابع للغة العربية إذن تتكون مكونات مادة اللغة العربية لمستوى الرابع من العناصر التالية القراءة ثم التواصل الشفوي ثم الكتابة الكتابة تتكون من العناصر التالية التعبير الكتابي ثم هناك من مكونات مدات اللغة العربية كذلك الظواهر اللغوية من مكونات الكتابة كذلك تطبيقات الكتابية أما بالنسبة للضواهر اللغوية فالتتكون من العناصر التالية الصرف والتحويل التركب ثم الإملاء وبالنسبة للعنصر الثالث لمكونات الكتابة فهو مشروع الوحدة إذن هذه هي مكونات مادة اللغة العربية لبرنامج المستوى الرابع هناك القراءة هناك التواصل الشفوي هناك مكونات الكتابة وتتكون من ثلاثة عناصر وهي تطبيقات الكتابية تعبير كتابي مشروع الوحدة ثم الظواهر اللغوية وتتكون من ثلاثة عناصر وهي الصرف والتحويل تراكيب ثم إملاء الغلاف الزمني الأسبوعي إذن من خلال هذا الجدول سوف نتعرف على الغلاف الزمني الأسبوعي لكل مكون من هذه المكونات ولكل عنصر من هذه المكونات إذن المكون الأول وهو القراءة عناصر القراءة هناك النص الوظيفي النص الشعري والنص المسترسل بالنسبة للنص الوظيفي هناك أربع حصص في الأسبوع مدة كل حصة 30 دقيقة ثم النص الشعري حصة واحدة في الأسبوع مدتها 30 دقيقة أما بالنسبة للنص المسترسل حصة واحدة في الأسبوع مدتها 30 دقيقة المكون الثاني التواصل الشفاهي التواصل الشفاهي تكون من عنصر النص السماعي بالنسبة لمداته فهو 30 دقيقة وعدد الحصة حصة واحدة في الأسبوع الضواير اللغوية عناصرها صرف وتحويل تركيب إملاء صرف وتحويل حصة في الأسبوع مدتها 30 دقيقة تركيب حصة في الأسبوع 30 دقيقة والإملاء كذلك حصة في الأسبوع مدتها 30 دقيقة المكون الرابع الكتابة بالنسبة لمكون الكتابة فهي تكون من عناصر التالية التطبيقات الكتابية حصة في الأسبوع مدتها 45 دقيقة التعبير الكتابي حصة في الأسبوع مدتها 45 دقيقة ثم العنصر الثالث مشروع الوحدة حصة في الأسبوع مدتها 30 دقيقة إذن المجموع وهو 6 ساعات ونصف وهو يساوي 390 دقيقة في الأسبوع إذن مكونة اللغة العربية مدتها وهي 6 ساعات ونصف في الأسبوع أي ما يساوي 390 دقيقة في الأسبوع مجالات البرنامج يتكون إذن برنامج اللغة العربية لمستوى الرابع من 6 مجالات هناك 6 وحدات كل وحدة بمجال المجال الأول وهو الحضارة المغربية المجال الثاني الحياة الثقافية والفنية المجال الثالث الهوايات المجال الرابع الفلاحة والصناعة والتجارة المجال الخامس الغابة والمجال السادس السياحة إذن هذه هي مجالات برنامج اللغة العربية للمستوى الرابع مكونات مدت لغة العربية القراءة إذن نبدأ نتعرف الآن عن كل مكونين على حدة من مكونات مادة الغغاء العربية للمستوى الرابع القراءة هناك النص الوظيفي نص واحد في الأسبوع في أربع حصص خلال الأسابيع واحد وجوج وثلاثة ثم هناك النص الشعري نص واحد في الأسبوع في أربع حصص خلال الأسبوع الرابع ثم هناك النص المسترسل ويكون خلال الحصة الخامسة في الأسبوع الواحد والثاني والثالث والرابع إذن هناك أربع حصص للنص الوظيفي والحصة الخامسة تكون للنص المسترسل في الأسبوع إذن النص المسترسل حصة واحدة في الأسبوع خلال الحصة الخامسة من كل أسبوع في الأسبوع الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع ثم هناك التقويم الإجمالي ويدرج نص للتقويم الإجمالي خلال الأسبوع الخامس وهو أسبوع تقويم ودعم الوحدة إذن مكون القراءة الآن نتعرف عناصر وموجهات الظواهر اللغوية تشمل عناصر الآتية الصرف والتحويل التركيب والإملاء إذن الظواهر اللغوية تشمل عناصر الآتية الصرف والتحويل التركيب ثم الإملاء تخصص لكل عنصر حصة واحدة في الأسبوع يبتدئ التصريح بالضواهر اللغوية والقواعد الضابطة الاستعمالية إذن في المستوى الرابع يبتدئ التصريح بالضواهر اللغوية والقواعد الضابطة لها استعمالية بعدما كان التصريح يكون ضمني في المستوى الثالث يتم التدرج في التصريح بهذه الضوائر من التحسيس والتلمس إلى الاكتساب يتم التدرب على المفاهيم والقواعد كوسيلة وليست غاية النص القراء الوظيفي هو منطلق أساس لدروس صرف والتراكب والإملاء إذن دروس الصرف والتحويل والتراكب والإملاء يكون النص القراء الوظيفي هو منطلق أساسي لدروس هذه العناصر مكونة مادة اللغة العربية دائما نتعرف الآن عن حناصر الكتابة هناك العنصر الأول التطبيقات الكتابية حصة واحدة كل أسبوع وتكون عبارة عن نص قصير مرتبط بالمجال تضبط بعض كلماته أو جمله بالشكل تبعا للدواهر المدرسة باعتماد مبدأ التدرج ويكون مصحوبا هذا النص بتمارن كتابية لتطبيق القواعد اللغوية المدرسة قصد التدرب على الإنتاج بتوظيف الظواهر المدرسة العنصر الثاني من مكون الكتابة التعبير الكتابين حصة واحدة في الأسبوع مجال ما اكتسبه المتعلمون في مكون القراءة والتواصل الشفوي ويكون عبارة عن أنشطة كتابية لتمرن على مهارة الكتابة التفاعلية خلال الوحدة الأولى فقط وخلال الوحدات الأخرى يتم توظيف مهارة التعليق والتلخيص والتوسع والتحويل والتعبير الحر والموجه الواقعي والخيالي ثم حيث يتم التدرج في الموضوعات المنتجة من حيث الشكل والمضمون من وحدة إلى أخرى ثم هناك العنصر الثالث وهو مشروع الوحدة مشروع الوحدة مشروع واحد في كل وحدة حصة واحدة كل أسبوع وهو آلية لخدمة التكامل بين مختلف مواد المنهاج الدراسي إذن هذه هي عناصر مكون الكتابة موجهات التواصل الشفهي ما هي موجهات التواصل الشفهي؟ تدبير أنشطة باستثمار نص سماعي في حصة واحدة كل أسبوع إذن التواصل الشفهي يتم بتدبير أنشطة وذلك باستثمار نص سماعي في حصة واحدة كل أسبوع إكساب المتعلم القدرة على فهم المسموع وتحليله ومناقشته وأعيدات إنتاجه إذن من خلال هذا النص السماعي يتم بتدبير أنشطة التواصل الشفهي وذلك قصد إكساب المتعلم القدرة على فهم المسموع وتحليله ومناقشته وأعيدات إنتاجه مراحل مشروع الوحدة مراحل مشروع الوحدة بالنسبة لمستوى الرابع هي نفسها مراحل مشروع الوحدة بالنسبة لمستوى الثالث إذن الأسبوع الأول والمرحلة الأولى هي مرحلة تحديد الموضوع والتخطيط له الأسبوع الثاني والمرحلة الثانية مرحلة إنجاز المشروع الأسبوع الثالث مرحلة إتمام الإنجاز وخلال الأسبوع الرابع تكون مرحلة عرض المشروع إذن هناك أربعة مراحل يتم إنجاز كل مرحلة في أسبوع الأسبوع الأول والمرحلة الأولى يتم تحديد الموضوع والتخطيط له الأسبوع الثاني وهو مرحلة إنجاز المشروع الأسبوع الثالث وهو مرحلة إتمام إنجاز المشروع وخلال الأسبوع الرابع يتم عرض المشروع من طرف التلاميذ أمام زملائهم إذن كان هذا هو كل ما يخص موضوعنا اليوم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء في موضوع قادم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة